عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا حول الوضع في لبنان وأمام الجلسة أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن ما يحدث الآن في لبنان هو عدوان مكتمل الأركان إن ما نشهده الآن في لبنان هو عدوان مكتمل الأركان وانتهاك صارخ لسيادة دولة هي عدو مؤسس لمنظمة الأمم المتحدة عدوان أزهق أرواح المئات وتسبب في آلاف الجرحة وفرض نزوحا قصريا لعشرات الآلاف من المواطنين اللبنانيين في إهضار كامل لميثاق الأمم المتحدة وبالمخالفة لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي على أن المأساة التي يعيشها لبنان الآن والتي نجتمع اليوم لوقفها ليست منزوعة الصياق فهي نتيجة لا مفر منها للعجز المخزي لمجلس الأمن عن الاطلاع بمسؤوليته لوقف الحرب الدائرة رحاها منذ عام كامل في قطاع غزة لقد حذرنا في مصر مرارا وتكرارا من أن استمرار الحرب في قطاع غزة ينزر باتساعها إلى ساحات إقليمية أخرى وبتهديد السلم والأمن الدوليين في كامل منطقة الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر